أهلا وسهلا فيكن مشاهدي هنا الاقتصاد على الرغم من محاولات السندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تحسين وضعه بظل الأزمة المالية لأنه المشكلة بعدها كتير وفعليا أصبح المواطن اللبناني من دون ضمان ومن دون تخطي صحية ومن دون تعويضات تهاية خدمة فما هو اليوم وضع السندوق الوطني للضمان وكيف على الشركات والمؤسسات عم تتصرف مع هذا الوضع تجاه موظفينا معنا بالحلقة اليوم الخبير الاقتصادي ورئيس تجمع الشركات اللبنانية الدكتور باسم بواب أهلا وسهلا فيك دكتور أولا اليوم ما هي مشاكل الضمان الاجتماع وشو عم بيواجه من صعوبات؟ صراحة نحن صنعنا خمس سنين عبدات الأزمة المالية والنقدية في لبنان ولهلأ بعد ما تعالج هذا الموضوع هو موضوع بطال عدد كتير كبير من المواطنين اللبنانيين لأنه عم نحكي نحن بحدود الاربعمائة ألف عائلة مضمونة بالضمان الاجتماعي يعني نحن عم نحكي بفوق المليون ونصف شخص عم بيلحقهم هالضرر هدا في عنا مشكلتين أساسية بالضمان المشكلة الأولى هي بتعويض نهاية الخدمة والمشكلة الثانية هي بتعويضات الصحية أو التغطية الصحية لنحكي بالمشكلة الأولى نحن طبعا كشركات كانت هي على مر الزمان عم تدفع شهريا كل المستحقات تعيط تجاه الضمان الاجتماعي لحتى تقدر تطلع براءات زمية مثل ما بنعرف وتقدر تتخلص بضعاتها من الجمارك وغيره هل الأموال هذه طبعا كان بخليها الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بالليرة اللبنانية وكان مستثمرها بين مصر في لبنان وبالدولة اللبنانية لما صار نحن عنا تضخم ويعني سعر الصرف من 1500 ليرة لا تسعة ومائة 1500 ليرة طبعا هل الأموال كلها تبخرت يعني ما بقى لها قيمة فعلية وهون الكارسة الكبرى يعني كل شي شركات دافعتوا على مرة عشرات السنين لأنه بالنهاية في مواصفين بتفوت عمرة 18 سنة وبتطلع عمرة 64 سنة يعني أنت عم تحكي بأكتر من 46 سنة عمل فعلية هذا الشخص بده يقبط تعويده هذا الموظف اللي بعد كلها سنة العمل بده يقبط تعويده هلأ إذا بروح على صندوق الوطني الضمان الاجتماعي شو بده يطلع لتعويده هون المشكلة بس كانت شركات كانت عم تتهرب يمكن بعض محلات من الرسوم والضرائق طبع هلأ نحن عم نحكي هلأ عم نحكي نحن الشركات النظامية طبعا عم نحكي الشركات اللي بتمشي بالطريقة القانونية اللي عم تدفعها معاشاتها مضبوطة واللي بصرح بكل شيء اللي عم تدفعه هيدا الشيء اللي صار هلأ لناخد أمثلة مثلا إذا شخص كان معاشه مليون ونص ليرة اللي هي كانت ألف دولار بالسابق هل شخص هذا كان لما بلش مثلا عمره عشرين سنة وعم بترك على 64 يعني يشتغل فعليا 44 سنة هلأ 44 سنة كان بيطلع له طبعا عليهم أو فيها على عدة مراحل مثلا شهر بعدين شهر ونص أو شهرين مثلا تقريبا بيطلع له اللي نقول 60 شهر أو 70 شهر من تعويضه 70 شهر كان بيطلع له مثلا 70 ألف دولار اليوم إذا بديروح يسحبون إذا على المعاش العادي طبعا المعاشات بالليرة اللبنانية هلأ اليوم طلعت لحد الأدنى صار 18 مليون اللي هو تقريبا 200 دولار اعتبر انه هو صار عم يصرحوا عنه بحدود العشرين 30 مليون اللي هو 300 دولار ضرب مثلا 40 سنة صار بيطلع له شو ماشي طبعا المصحيح 12 ألف بدل 70 ألف أو بدل 80 ألف دولار كان يطلع له طب هيدا كيف دعيش من سنة الأربعة وستين عمره لنهاية حياته ما حدا يعني بتعرف معدل العمر اليوم عم يكون بحدود 80 سنة في لبنان طيب هيدا كانت تأمل له طاقتي اليوم هالطاقتي ما بقى موجودة هيدا مشكلة كبيرة هلأ تاني مشكلة بأول مشكلة هاي من مشكلة الموظف ببدا نحكي بعد من مشكلة الشركات اليوم إذا كمان بدك ترجع تحمل الشركات هالعباء إذا شركة ناخد مثلا شركة متوسطة عندها بين الخمسين والمئة الموظف لنقول خلنا ناخد أرقام هيني مئة موظف إذا مئة موظف بدا ترجع تدفع لهم هي كل تعويضاتهم لنهاية الخدمة لنقول معدل موظفين عمرهم 25 سنة عندها 25 سنة لنقول ألف دولار معدل كمان يعني 25 ألف ضرب مئة موظف عم نحكي بمليونين ومس دولار بدا تاخد مقونة وبدأ تشيل هالمصاري مليونين ومس دولار وتعطيهم لسندوق الوطن الدامان الاجتماعي لليقدر السندوق الوطني يدفع لهم وقت التقعب كمان هدا شي ما انه ما انه ممكن تكبد ولا الشركات تقدر تتحمله بتفلس كل الشركات يعني اليوم إذا الشركات كلها بدا ترجع تدفع عالتسعين ألف كلها بتفلس كل اللي النزامية طبعا لأنه هي اللي مسارحة عالضمي مزبوط اللي مسارحة عم وصفينها مزبوط طب كيف الشركات هلا تتعامل مع هذا الوضع هلأ الشركات هي اليوم في مشكلة يعني اليوم الشركات عم بتصرح بالليرة اللبنانية اوكي اللي هلأ عم بديخد تعويض الموظف حسب آخر معاشر اللي هو بالليرة اللبنية اللي هو مثل ما قلنا 30 مليون 40 مليون 50 مليون اللي هلأ الموظف عم بيتحمل قصم والشركة عم بتحمل قصم يعني الشركة عم بتتحمل الفرق بتاع 1500 مثلاً لل 20 ألف 30 ألف اللي هي عم تكون بس مش 90 ألف والموظف كمان عم بيخسر قيمة كبيرة من تعويضه والنتيجة شو هي بالنهاية شو الخدمات اللي عم تعطينا ايهم ولا عم تحمل ولا مسئولية ضمان بهالموضوع بس فيه تحسينات عم بيقولوا أنه صارت 40 بالمية شو رأيك بالتحسينات اللي عم بتحسينات هذا هلأ حنرجع له بهالموضوع بس لأنه اللي نخلص بس شق بس شق اللي هو تعويض نهاية الخدمة لأنه هذا الشق الكتير أساسي ومهم هون الحال بده يجي من الدولة اللبنية كيف بده نحنا هل هالمشكلة الكبيرة اللي بده نعمل لحال في عدة اقتراحات في اقتراحات انه مثلا ينعمل على السنين السابقة 15000 لحديث لـ2023 وبعدين من هلا يمشي يبلش كله كاش ودولار في اقتراحات تاني انه لا يكونوا على مثلا هلأ بنرجع بنحكي بالحلول هلأ بنرجع بنحكي بالحلول اليوم شو رأيك بالتحسينات اللي عم بتصير عبر الضمانة التحسينات بعدها ابدا منك كافية طبعا اليوم اي موظف بحاجة لعملية جراحية بحاجة لهذا كتير صعبة جدا 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 ينقبل على الضمان اذا نقبل بأي مستشفى وخصوصا بالمستشفى اللي هي مرتبة ومستشفى اللي عندها كفاءة عالية وعندها طبها شاطرين وهذا ولينقبل عنده هو بده يرجع يحط مبالغ بألاف دولارات يعني اي عملية اليوم مثلا عملية قلب بتكلف 17-18-20 ألف دولار طب الضمان اعتبر غطة 40% اعتبر غطة حتى 50% طب وين بيقدر هالموظف يجيب 9000 دولار هادي الشي عم بشكل لعبق كبير على المواطنين لبنانين والهلأ عم بشوف حالات يعني كلها عم بتصير بل متل ما بيقولوا عم بروح عالجمعيات كلها عم بروحوا على وين ما كان اشخاص يعني من العائلة هدا كل واحد عم بيلمه تلميه صاروا بيعملوا لأي شخص بيفوتوا في ناس من قادر تعمل بعملوا لأسيرانس لمية عم بتكلف الأسيرانس من ألف ولأفين دولار صحيح هلأ في شركات يعني اللي تقدر تحل هالموضوع ترحت انو خلينا نعمل نحنا التأمين لهالموظفين اللي عنا بس هولي شو صار يعني صار عندها ضمان صار عنده وبيدفع ضمان وبيدفع كمان تأمين هون الكرسي الكبيري الضمان وتأمين في شركات بعض الشركات اللي هي ما بتتعدى يمكن أن أصابع الإيد تقدر تتحمل هالعبق هيدا بس الأكتريني ما بيقدر يتحملو هالعبق يعني هلأ فيه كتير موظفين يعني فيه كان فكرة انو طيب خلينا نخيل الموظف اذا بده هو تأمين نحنا من نعطيه تأمين بس ساعتها بدا ناخد ورقة من الضمان انه هو معفى من الضمان هلأ هيدا اكتراح هايك بيوفر من الضمان بيقدر بياخد تأمين بس هذا أكيد بده تعديل أقوانين وبده بده بس كيف بيصير موافقة الموظف لأنه مسجل الموظف بيكون موافقة الموظف أنه كل شيء بالنهاية يعني مرض ومومي بساموه أنه بيصير على عاتق صاحب العمل وبالتفاوض مع هيدا شيء اكتراح اكتراح هذا بيكون كأن الموظف ما بيشتغل بهذه الشركة لأنه مجبور يكون مسجل بسجل بسجل تعيون يعني يكون قسم على الضمان هيك كمان بتريح الضمان من عبق الأمور الصحية بس أكيد هيدا منه يعني هلأ اقتراح اقتراح بس منه هلأ بتطبق ولا ويمكن بده سنين لا يرجع يمشي بس الموضوع اللي هلأ عم بيصير مثل ما قلنا فيه الشركات بعض الشركات عم تقدر تتحمل تكاليف يعني تأمين الموظفين تعييتها بالقطاع الخاص وهيدا الشيء بتكلف طبعا الموظف مثل ما عم نحكي الموظف لحاله أكتر من ألف دولار وإذا عم نحكي مع عائلته عم نحكي بثلاثة أربعة تلاف دولار لأنه كل الموظف عنده ثلاث يعني ثلاث أفراد من عائلته يعني مرته والأولاده بتضمين لأله يعني عم نحكي ثلاثة أربعة تلاف دولار لتأمينها العائلة بالسنة لما مثل ما عم نحكي بمئة الموظفين عم تحكي بمئة ألف الدولارات يعني إذا مئة موظف أربعمائة ألف دولار مين بدي إدار تحملها بالسنة أربعمائة ألف دولار الشركة مثلا عندها مئة موظف بدي تدفع أربعمائة ألف دولار غير اللي بتدفعهم عن ضمان الاجتماعي كل شيء وغير تعويضات نهاية الخدمة وغير مرضة أمومة يعني غير أنه الموازنة فردت رسوم وضرائب على الشركات اليوم كمان الشركات عم بتعاني أيضا من أنه تدفع للضمان وكمان للشركات التأمين في حال إذا أدري ولكن الضمان اليوم النتيجة عم بتكون أنه لا ضمان مية بالمية لأنه شركاتي اللي عم تدفع مش للتأمين مش مبسوطة تدفع ولا قادرة تدفع شو عم بيصير خوفا من أنه الموظف لما يصير معه أقل حادث شو بده يعمل بده يرجع لصاحب العمل أنا صار معي هيك صار معي هيك ديني أو معطيني أو ساعدني أو شي هايدي المشكلة صار عبق علي عم بيخاف منه هاي صاحب العمل عم بيجرب لا إله حلول بس الحلول المكلف كتير لأنه مثل ما قلنا خصوصا هلأ مثل ما الضمان رجع ياخد الأتعاب المزبوطة أو الرسوم المزبوطة قبل كانت طبعا ألف وخمسة كانت صحية يقدر يعمله تأمين وعم يعتبر أنه بده اللي اللي عم يدفعهم للضمان كانت عم يدفعهم للتأمين ماشي رحل هلأ لأ الضمان رجع ياخد الرسوم الصحيحة والرسمية والعالية على سعر الصرف بينما تغطي بعدها عم تكون كثير قليلة يلي هي عم تكون محدود لأربين وخمسين بالمية وحتى مثل ما قلنا الأربين وخمسين بالمية مش عطول متوفرة ومش بكل المستشفيات ومش بكل الأوقات يعني في عندهم بجت أو حتى كبستي بالمستشفيات بيستعملوها لضمان الباقي بيخلوهم طبعا الأولوية دايما لشركات التأمين لأنه بيعرفوا أنه مصرياتهم أسرع ومقبوضة أسرع وبالفريش دولار وغيره طب برأيك هل رح يكون إلى تأثيرات على الشركات والمؤسسات بشكل سلبي أو رح تلاقي الشركات والمؤسسات تتأقلم مع الوضع وتلاقي مخرج لهذا الموضوع صراحة اللي هلأ بعد ما في مخرج يعني المخرج بده يكون بالتعاون كل مع بعض أو التهرب بده يكون هاي هو مش لأكبر ساعتا كمان هيك عم تضر الدولة وعم تضر الموظف وعم تضر الكل يعني فيه أزمة اللي لازم يكون كل أصحاب العلاقة يلي هن الدولة اللي المسؤولة تمام خلال الضمان الاجتماعي وعندك أصحاب العمل وعندك الموظفين فيه بده يصير فيه تسوية إذا بدك الكل بده يتحمله قسم من العبق حتى يتقصم ويرجع الكل يقدر يساعد يعني ده الشركات أكيد بده تساهم بمبلغ أكبر الموظف يمكن بده يخسر شوي من القيمة تعيط اللي كان وضع مثلا كان ياخد خمسة وطمين بالمية من الضمان يمكن بده تنزل شوي متل ما هلأ عم نعرف أربين وخمسين بالمية بس ده لخمسين بالمية يكون نصير سبعين خمسة وسبعين يلي هو الرقم والدولة بده ترجع تحط ميزانية وموازنة لسندوق الوطن الدعم الاجتماعي بده ترجع تكون هل اللي راحوا من الضمان خلال هالسنين بده ترجع تأمن لهم مقونة لوعة مراحل من موازنات لأنه كمان هي الدولة صارت عم تقبض فراش دولار إذا من صندوق الوطن من إجتماعي أو من الجمارك أو من تفيقاء أو من تليفون رجعت الدولة تقبض بس لأن نذكر أنه هي الضمان كان يغطي تسعين بالمية سيبقى أنا هلأ عم يغطي أربعين إذا قبلت المستشفى مظهور الحكمة اللي عم يشتغل لأنه كمان عم يكون في رفض من بعض 29-30 غرفة للضمان الباقي بتخصصا للحالات يعني الخاصة اللي هي الكتاع الخاص أو التأمين أو الدفع الكاش وفي نعرف أنه نحن كتير في ضغط اليوم على الكتاع الصحي وخصوصا أنه لبنان عم يستقبل عدة أجانب يعني في عنا الموضوع السوري بلبنان عنا موضوع العراقيين عم بيجوا بتحكموا بلبنان هولي كلهم الفراش دولار بيجيبوا معهم هولي الأولوية عم تكون لقلهم بكل العمليات وكل هيدا وفي عنا كمان بس هيدا هيدا شي منيح أنه اليوم نحن الاستشفى عنا هو قطاع قطاع منيح أوي صحيح وعم بي إذا بدك عم بيحكم المنطقة مش بس عم بيحكم لبنان سأنا عم بيحكم المنطقة وعنا كتير اختصاصات مهمة عنا كتير تطور بالتكنولوجيا بهالمستشفى الخاصة بس بنفس الوقت هيدا عم بي إذا بدك تنعكس سلبا على المواطن المضمون صحي أو الموظف المضمون باللبنان لأنه بالنهاية عم تكون الأولوية لأجنبي أو للفرش فرش الدولار طب بالموازنة شو صار بالضمان الاجتماعي على أساس كانوا بدون يرفعوا جعياته مش على الخمسة عشر ألف شو اللي صار بالموازنة وقف وقفت هادي ما أقرت هالبند هيدا تاع الموازنة اتأجل وعلى أساس بيرجع بيعملوله مثل ما بيقوله قانون خاص فيه ولهلأ بعده ضمن المباحثات بعد ما صار شي ما أقر شي ومثل ما قالنا بعد كل أصحاب العلاقة يلي هن صاحب العمل والموظف علقانين إذا بدك بالنص لا صاحب العمل قادر يدفع تأمين ويغطي كل موظفينه حتى يرتاح من هالموضوع ولا الموظف عم بيقدر يغطي كلفة سمع الله إذا صار عنده أي مشكلة صحية هو أو أولاده أو أحدا من العائل اللي تاعته وما تنسك كمان بالضمان فيه ضمان للأهل كمان يعني مش بس ضمان لأولاد ضمان هوات بضمنوا الأهل إذا الأهل ما بيشتغلوا فوق 65 هيدا العبق كله أي حدا عم صير ما هو حادث عم بيجي الموظف عن صاحب العمل صار معي هيك 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 عملية بتكلف 20 ألف دولار عملية بتكلف 15 ألف دولار عملية بتكلف 10 ألف دولار شفيك تساعدني وإذا ما قدر ساعده أو ساعده بجزء عم برجع يلجأ لعدة جمعيات ومؤسسات وحتى عم بلجأ لمن للموظفين يلي معه دينني هل قد أو ساعدني بهل قد لا يقدر رطي وخصوصا أوقات بتكون حالية طارقة يعني ما فيك تأجلة يعني حالية بأيام والمستشفيات أكيد ما بتقبل تأخذ عم تفوت شخص إلا ما تحط ديبوزت صحيح مبلغ معي طيب اليوم يعني صرنا الضمان عم بيقبض 89 ألف وخمسمية عم بيعطي على 15 ألف في حال بلاك تسحب التعويض أو أو أخر يعني صار فيه عدم مساواة بهذا الموضوع مظبوط مظبوط هلأ فيه عدم مساواة لأنه متما قالنا بعد ما فيه قانون برجلج موضوع حصوصا نهاية الخدمة نهاية الخدمة بدأ معالج جزرية وسريعة وما فينا متما قالنا نحملها على شركات شركات لبنانية أصلا طالعة من الأزمة وبنعرف أنه عدة شركات سكرت عدة شركات أقفلت عدة فروع على قلة الاقتصاد اللبناني اليوم بعدنا بعد أربع أو خمس سنين من الأزمة بعدنا ما طلعنا عن أكتر من نص نص اللي كنا عليها بالألفين وانساعتاش مظبوط أنه فيه كطاعات كتير الحمد لله ماشي ومطاعم وصياحة أوكي بس مش كل كطاعات هيك مش كل المبيعات هيك أنت بدك تشوف كل شي يعني بدك تشوف الكماليات بدك تشوف السيارات بدك تشوف الإلكترونيات هل هي رجعت المفروشات هل هي رجعت للمبيعات اللي كانت wire لا بعدنا بكثير كطاعات موصلنا لخمسين وستين بالمئة من اللي كنا عليها بالألفين و m16 مشان هيك الاقتصاد الوطني كله بعد ما تجاوز اليوم 25 مليار دولار بينما كنا بالخمسين وخمسة وأخمسين مليار بقى فعليا هالشركات هي مدعضعة وهي تحملت عباء كل الأزمة اللي صارت وقسم منها وهذا قدر تكيف وتأقلم وقدر تطلع من الأزمة اليوم عم ترجع تحطهم بأزمة جديدة تجاه موظفينهم يلي هي أكيد الموظفين محقين أكيد وبس شركات محقين لأن الشركات ما أثرت ودفعت كلها المبالغ على عشرات ستين للضمان الاجتماعي بينما الضمان الاجتماعي طبعا استثمروا مع الدولة وراحوا راحوا اليوم فعليا ما في راحة إيمتها اليوم شو الحل برأيك كاقتصادة حل لتحسين الضمان صراحة فيه كتير حلول وشو الخطة اللي لازم يمكن تنوضع على حتى تطلع تدريجيا فيه حلول إكستريم يلي هي بتقول أنه نحن ما بقى لازم يكون عنا ضمان اجتماعي لازم يكون عنا بس خلص شركات خاصة هي تستلم موضوع التأمين الصحي والهيدا وكل الموظفين يصير عندهم تأمين وهدي صايرة بعد الدول يعني بيطلع كل موضوع الضمان من خصوصا الصحي من موضوع الدولة اللبنانية بيصير كتاع خاص وفيه يكون شراكة بين الكتاع الخاص والكتاع العام اللي هي PPP وهو الأشياء هدي حل وسطي وفيه الحل اللي هو العادي اللي هو يضل الضمان مثل ما كان أبدا ديما الحل عم بيكون أنه نبعد عن الدولة وعن إدارات الدولة وخلق قطاعات خاصة لحتى تحمل الموضوع هي مش للأسف يعني في كتير دول طبعا نحن الزمن هيدا الكتاع الخاص إذا بدك أشتر بتنفيذ بالإدارة لا الكتاعات العامة بكل الدول عم تتقلص يعني حتى بكندا بأوروبا بأمريكا كله عم تتقلص جدا أنه عم بيسلموا أكتر الكتاع الخاص بس ضمن معايير ضمن مراقبة يعني هون ضمن مزيدة وضمن مزيدة لأنه الخطر بلبنان أنه بيصير في شركات دون مزيدات ودون صحير هيدا لألك وهيدا لأله بس بترجع المحاصصة على الشركات الخاصة هون المشكلة بلبنان عمنا هاي المشكلة بينما هو فعليا إذا بتاخدها بإطار الإكتصادي هلأ كنت عم سألني كخبير إكتصادي لازم يصير في شراكة على القليلة بين الكتاع العام والكتاع الخاص به الأمور لأنه الكتاع العام ما فيه يتحمل هلأ وانت عم نعرف كلها يعني إذا بدك دواء مثلا ترجع تقبض حقه أوقات سنين ما بتقبض حقه يعني بتتصرح عليه وبدك تروح وبتعمل وراء وتعمل فعاليات وتبعتهم وبعدا على الأجندا وتعلي عندي بكرة شوف الملفات ثاني إذا أنت بالوراء والفايلات والكراتين طبعا التشيبس والأكيد بقى الكتاع الخاص بهالشغلات كثير منتج وفعال أكتر بس لازم يكون أكيد في مراقبة دايما بين أي دولة بيكون في مراقبة للكتاع العام على الكتاع الخاص بيحط اللدوم من قطر وشروط وايك وبنشوف ساعتها الخدمات كيف عم تكون وجربناها نحنا بعشا وأمور حتى هيدا الحل بده دولة حتى دولة حتى تقيم كمان بها تحطي الأسس والقوانين المفروضة أكيد مظبوط مظبوط ما في تكون في غياب للدولة أو ما بيقعد في دولة ما بيقعد في وطن يعني الحكومة والدولة والزلزارات أساس بالنهاية لتنظيم الأمور بس كمان لما يفوتوا هن بالتفاصيل يعني لما يفوتوا بالمعاملات كلما ما هيدا الحل كل الدول لقيت أنه هيدا الأمور نحنا دايما بالاقتصاد شو بتفتش على شغلتين يعني يعني بدك أنت تعمل نوعية وبدك تعملها بأسرع طريقة ممكنة هالشي هيدا ميزات الاقتصاد أنه بالكتاع الخاص بيقدر يعملوا لأنه فيه مطابعة فيه محاسبة فيه سرعة بينما بالكتاع العام بكل الدول مش بس في لبنان فيه تأخير أكتر ما فيه هالسرعة ما فيه هالمحاسبة ما فيه هالنشاط مثل الكتاع الخاص لأن الكتاع الخاص بالنهاية إذا مربح بتسكر الشركة بتفلس بالكتاع العام مربح هالسنة بتعمل موازنة بتتبع مصاري اللي هو الهون الضغط على الكتاع الخاص وشان هيك الانتاجية بالكتاع الخاص دايما أعلى من الكتاع العام هلأ اللي بدنا نوصله نحنا بهالموضوع يعني برأيك أنت هذا هو الحل الأقرب أو الحل الأزبط حل الأزبط أنه يصير فيه شراكة بين الكتاع العام والخاص فصوصها موضوع الضمان الاجتماعي يكون بس الضمان عم بيحط القطر والأساسيات أنه شو لازم يكون العلاقة بين صاحب العمل والموظف بس العملية الإدارية والتنفيذية تكون ضمن مؤسسات خاصة هيك ساعتها بيكون عنا طريقة ننجح فيها وهيدي صايرة مثل ما قالنا بعد الدول إذا كان بالخليج أو بأوروبا أو بأمريكا خلص أنه بيسلموا الكتاع الخاص هالموضوع ضمن شروط وكله بيتحاسب عليه إذا في حال في تأصير من أي شركة تأمين طبعا بتتحاسب أنه كيف ما صار هيك كيف صار هيك طبعا برأيك اليوم ما هي العوائق أمام الضمان الاجتماعي لعدم تحسينه؟ يعني شو المشاكل اليوم قدامه لعدم اللي ما عم تخليه أنه يستمر أو اللي ما عم تخليه أنه يتحسن؟ فيه كتير عوامل فيه عوامل مادية أكيد وخصوصا بعد الأزمة فيه عوامل إدارية فيه عوامل تنظيمية وفيه عوامل من شاربينا نحن من الجزور يعني هي الكلتشر أو طبيعة العمل تاعة المؤسسات العامة مثل ما أنه ما فيه هالمحاسبة اللي هي تأزيل الموظف إذا ما تصرف بطريقة مصبوطة يعني اليوم مثلا أنا فيني أعمل كان فيه هدر يعني ببعض الأحيان طبعا هدر وفساد وغيره ونحكي نحن إذا اليوم أنا فيني أعمل مثلا بالقطاع الخاص 100 معامل بالنهار كل قطاعات الدولة كانت بينما بالقطاع العام مثلا بعمل 30 معامل فيني أعمل 100 بس بلتهي وبسابي وبعمل وما فيه محاسبة يعني أنا ما حدا بكرة حيقلي طلع هاي بينما بالقطاع صوص إذا حدا من الأحزاب حاطتك يعني كمان ما حدا بقلي مدعوم إذا مدعوم هون الفرق بين القطاع الخاص والقطاع العام بالقطاع الخاص ما اشتغلت ما نفذت فيه عندك KPIs يعني فيه عندك أهداف بدأت توصلها كل شهر كل يوم كل سنة إذا ما بتوصلها أنت بتتحاسب وممكن كتير أنه تطلع من الشركة بينما بالقطاع العام أنت متطمن على حالك قادرت تعود اشتغلت اليوم ما اشتغلت بكرة غبت تتأخرت هاي الأمور عم بتكون غياب المحاسبة وغياب الرقابة الصارمة بالإدارات الرسمية عم تخلق هالهدر وهالفساد ومتل ما قلنا هدا الشي عم بأسر على المواطن وعم بأسر على الشركات عم بأسر على الانتاجية ونحن بحلقة مفرغة يعني إذا ما صار فيه إذا نحن معنا رئيس جمهورية معنا حكومة معنا بقى كيف بدك تطلب من الضمان بدك الهيكل كلها ترجع دولة تفرض حالة بطريقة مزبوطة تقدر تدير مؤسساتها بطريقة مزبوطة لنقدر نوصل للنتيجة اللي بدنا إياها وشوي شوي مع الوقت نكمل لنحول من الكتاع العام للكتاع الخاص برقابة من الكتاع العام إن شاء الله تظبط ويتحسى الوضع للضمان لأنه عم نشوف صراحة عن جد ناسب عن جد بحاجة للطبابة بدأنتقل لشاء التاني اليوم شركات كيف وضعها مع حالة الحرب بالجنوب والتوترات وتصعد التوترات مثل ما نعرف نحن هلأ سنة 8 شهر بالحرب على غزة وطبعا هذه بلشت الحرب على غزة بس نحن نعرف أنه لبنان هو ضمن حرب يعني نحن نعرف أنه أكتر صار من 30 ضاعة ومدينة بجنوب تعرضت لقصف وفي ضيعة هي على الأرض كليا في عنا كلفتين هون كمان في عنا كلفة اقتصادية للدمار اللي هلأ صارت عم تقدر بأكتر من 5 مليار دولار نتيجة الدمار تعيد العقارات والأملاك كل هذا والبنى التحتية أكيد من كهربة ومي والتليفون وغيره وفي عنا كلفة غير مباشرة على الاقتصاد اللي هي كلفة الحرب اللي عم تخلي عدة مواطنين مغتربين ما يجوا على لبنان أو إذا أجوا يجوا لفترة كتير قصيرة وما يعرفوا كيف يظهروا أنه أنا بس جيت لنقول طلعت على أهلي طلعت على والدتي طلعت على والدي شفتهم سلمت على هون وهربت لأنه مسك على المطار أو هاي بل ما كان يجي يععد شهر أو شهرين أو هاي سعب يكون في حركة مؤخرا يعني نحن كان لازم يكون عنا هلأ يعني مئات ألوف إذا بدك أكتر من السواح والمغتربين اللي ما عم نحكي سواح عشان وايك هور اللي ما عم بيجوا وهور في عندهم حظر في عندهم طبعا اللبنان هلأ على يعني الواتش ليست أو على هيدا ما حيجوا بس عم نحكي لللبنانيين اللبنانيين إذا عم بيجوا عم بيجوا لفترة أقل وعم بيصرفوا بطريقة كتير محدودة يعني مثلا أنا بدي أعطيك مثلا كانوا يجي اللبناني يشتري سيارة يشتري مثلا عكار يشتري شقة يشتري أرض هلأ بهالوقت هيدا عم بأجله ما عم بيستثمر عم بيجي بس أكيد يروح عم الطعم ويشوف أهله ويشوف مثل ما قلنا أصحابه وهيك بس مش أكتر يعني بيستأجر سيارة أكيد هالأمور هادي اللي هي ضمن المصروف الاستهلاكي بس ضمن المصروف اللي انت بيحاجر له اليوم كاقتصاد لبناني انت بدك فرن ديريكت المصروف بدك ناس ترجع تستثمر بلا تفتح شركات تشتري مثل ما قلنا عكارات تشتري أراضي تشتري هيدا ما عم بيصير هلأ قبل كنا عم بيصير وقف بيرجع مش انه مع الوقت بس لترسع الأمور يبين انه في شيء أفق في تحسن فيها بيقلك ليش هلا بدأستثمر بنتر لشوف في اللوقع وضع كيف بعدين بشوف هل في شركات مثل عم تنقل مكتبة الى مثلا بلاد تانية او اقمن عم بتحاول انه مثلا خلينا ننقل الى مثلا دباي او ابروس او هل في شركات في شركات صراحة نقل مؤقتا صحيح وفي حتى انجي اوز كبار ضهروا شوي من لبنان لمدة معينة على دباي بالاخص واليوم لا بس رجع يعني رجع اجا تطبينات انه ببيروت وهكي ما في مشكلة هلأ رجع مع عيالهم حتى يعني فيه ايجي تمدي مؤقتا تظهروا ما بتصور لأ هدا شي منه كتير عامل كبير بس لعنى العامل الخوف بعده عند اذا كان مواطن لبناني وما تنسى انه كمان في كتير يعني بالجنوب بالاخص نحن نعرف انه شهد حركة عمارية كبيرة حتى بخلال الازمة لانه كانت الاموال عم تجي من برات لبنان وخصوصا من افريقيا هلأ هيدا كل موضوع العمار وقف يعني عنا كتير ضيعة بجنوب كانت عم تشهد عمار وفي عندك هونيك مرامل في كسرات في انتجية يعني بالبلد هيدا كلها هلأ وقفة مجمدة لتخلص الحرب بقى والامور يعني بعدها ما انها واضحة بعدها كتير 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 ضبابية ساعة منقول انه الحرب عاخرة حتتخلص فيه افتفاهم فيه ضغط امريكياني طبعا فيه ضغط فرنسا وانه بلبنان ما يصير وما تتوسع هالحرب بس بنفس الوقت كمان عم يكون فيه حفلات اي اي بس اكيد يعني من ناحية اللي احنا عايشين متل ما بنعرف كلنا عنا سكيزوفرينيا بلبنان بالموضوع الاقتصادي وبكل واضيع يا اما فيه ناس رفضة الحرب يا اما فيه ناس اعتادت على المصايب يعني واحدة من اتنين او اتنين مع بعض صح صح اقلمنا نحنا اقلمنا كلبنانيين ومصرنا معوضين على الحرب يعني هيدا لو بيصير بقى ايها بلد تاني انه انت عبعد ستين سبعين كيلو متر في حرب وفي قصف في طائرات ولا ممكن وبلد صغير يعني مش انه نحنا عم نحكي بمسلا وولاية بامريكا وبلشمال وولاية بجنوب او ولاية الشرق لا نحنا بكلنا عاش تلاف واربعمائة تاني وخمسين كيلو متر ومع نفس الوقت اللبناني ايه بتاقلم وهذا شي منيح لو ما هيك صراحة كنا نهرع اكتر يعني اكساد لبناني بحاجة لهيك ناس اللي هني بضل عندهم هالقوة وهالشجاعة والصمود في شركات جديدة عم ترجع تفتحها بسوق او عم بتحاول انه ننطر لحين تحسن الوضع في بعض الشركات اللي كتاعاتها ما كتير بتتأثر بموضوع الحرب يعني باشا عم تشتغل لبرة يعني اذا عم تشتغل هي لبرة مثلا بالاي تي او بهيك اشيه وصوفتور واي اي اي وهالا اشيه عم بيفتحوا بعض الشركات بلبنان بس هي تركيزة اكتر على العمل هو لخارج لبنان يعني عم يكون المهنسين هون التقنيين هون الديزاينرس هون مثلا بس الشغل الاكتر هولا عم بيرجعوا يفتحوا عم بيكون في حركة بهذه المجال هيدا كل شي اي سي تي يعني تكنولوجيو بينما بغير كتاعات وبكتاع الصيحة بعد في خصوصا اذا عم نحكي من بيروت شمالا بس بيروت لجنوب يعني هون لأ اكيد في جمود وفي خوف وفي انتظار اذا بدك على القليل لنشوف المرحلة التانية طيب اخر سؤال لك دكتور شو برأيك ما تتوقع لصيف الفين واربعة وعشرين صراحة انا شايف الصيف حيكون يا اسود دي ابيض يعني يا حيكون صيف كتير ميح كتير كتير ميح وتوقف الحرب وعن جد يكون صيف ممتاز لانه حيكون في اعادة اعمار حيكون في شغل كتير وحيجعوا يجو كل اللي ما اجوا وكانوا ما اجلين ما جيتوا عن لبنان وكمية كبيرة او لا صح الله اذا كبرت الحرب وتوسعت حيكون عنا انهيار اقتصادي كبير وشامل ساعتا لانه هيجمد كل شي بالولد وحيكون في خطر وكل اللي هون هيهربوا بنفس النهار يعني ايا ضربة لا صباح الله لا ايا مرفق سياحة او او مثلا مرفق او لا صباح الله بطار او اي اشي حد هتخلي يكون في ازمة كبيرة ويهربوا لكل بقى هون الحساس كتير هالمرحلة يعني احنا بنص السنة تماما اه نص سنة الاول كان اه مانه منيح بس كمان مانه عاطل على الاخر لانه اللبناني عامت اقلها متل ما قلنا بالظروف وهذا وبعدها كانت الحرب محدودة بمناطق معينة بالجنوب اه بس لا صمح الله اذا توسعت اكيد نحنا ماننا قدام سيناريو مهم اه او منيح لانه اه عنا رادي ضعف بالاقتصاد عنا ضعف بالمؤسسات نحنا بنص الاقتصاد اه جي دي بي تانا اه ما فينا نعود نطلع منا بسنين يعني هادي هون الخطر الكبير من احنا ماننا بتل 2006 اليوم كان فيه مصارف كان فيه اعادة نحنا بقزمة نحنا بقزمة وقزمة كبيرة والاقتصاد ع نصه وما منتحمل ضربة لا صمح الله قوية وموسعة هلأ شي محدود وهيك عم نقدر نتحمل عم تأكلم ما وعم تمشي الامور بس بنفس الوقت اه اذا توسعت لصمح الله الحرب حتكون كتير 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 مكلفة على الاقتصاد لبناني وان شاء الله ما تصير لانه اه عن جد ساعتها بتكون فيه انهيار كامل لعدة مؤسسات وعدة شركات وبده وقت كتير لترجع تطلع بهيك اه ازمي بهيك زول شكرا لقلك دكتور انا بتشكر المشاهدين طبعا منلاقيكم بحلقة جديدة الاسبوع المقبل موسيقى موسيقى بحلقة جديدة موسيقى موسيقى